موسيقى حياكم الله مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا من جديد والآن كما وعدناكم أن حلقتنا مليئة بالإنجازات الشبابية والنجاحات شبابنا الأردني والمكان نظمت وزارة الثقافة قبل فترة بالتعاون مع نقابة الفنان الأردنيين وبدعم من التلفزيون الأردني مهرجان الفيلم الأردني الثاني الفيلم شارك فيه ست أفلام رائعة وجميلة كلها كانت فعلا تستحق المتابعة والمشاهدة وكلها تفضي إلى أن هناك لدينا الكثير من الشباب الأردنيين المبدعين الفيلم الأردني الثاني هو مساحة رحبة للمبدعين الشباب ويعني تقول بأن هناك من هو قادر على حمل الراية لصناعة السينما الأردنية على كل حال فاز بهذا الفيلم بجائزة أفضل عمل متكامل فيلم رسالة قيد التسليم يعني جملة من الأشخاص عملوا فيه حبينا في هذا الصباح يكون معنا مخرج الفيلم والمخرج المنفذ الفيلم أرحب أولا بالمخرج السيد حمزي ملحم أهلا وسهلا فيك ومبروك الجائزة ومبروك التميز إن شاء الله وأيضا أرحب بالمخرج الأستاذ معتصم أبو عليم أهلا وسهلا فيكم يعني أنتم شركاء في صناعة هذا النجاح بالإضافة للشباب اللي ساعدوكم أكيد فيه يعني جملة من الأشخاص ساعدوكم بس أنتوا أصحاب الفكرة وأنتوا عبرتوا بالصورة عن الكلمة وعن الموقف اللي بدكم يعني أهلا وسهلا فيكم مبروك يعني جائزة أفضل عمل متكامل شكرا جزيلا على التقديم الحلو يعني أهلا وسهلا فيكم بترك المساحة لكم حمزة ومعتصم أنتم اللي مخرجين الشباب اللي عليكم ينعقد الأمل في حمل الراية لصناعة متقدمة وتطورة من السينما ومن الإخراج ومن العمل التلفزيوني درامي بس معينا تقرير عن الفيلم عن اختتام فعاليته ومقابلة لعطوفة مدير عام مؤسسة إذاعة والتلفزيون اللي هي كانت داعمة أيضا لليه هذا المهرجان وهي داعمة للشباب الأردنيين بشكل عام بلا سي تابع وبعدين نرجع نتحاور مع حضراتكم في ختام مهرجان لفيلم الأردن الثاني سيتم اختيار الأفلام التي تفوقت في طريق برضها وتقنياتها المستخدمة ليكون هذا المهرجان نافذة للمبدعين وطريقة نماهد لحياة عملية ناجحة مشاهدنا تابعونا في هذا التقرير بحضور فني وثقافي اجتمع الأدباء والفنانين في ختام فعاليات مهرجان الفن الأردني الثاني ليحتفي بالمبدعين ويكرمهم وسط أجواء الفرح التي انتزجت بالحزن ليعبروا عنها بلوحة غنائية مقاومة سمعت خصوصا نصرة لغزة موسيقى سبعة أيام المرت التقينا فيها اختلفنا في وجهات النظر فما يقول عنه جيد يقول عنه زميل متوسط ويقول زميل آخر ممتاز غجحت المقارنة بين أفلام مسابقة الدورة الثانية وأفلام الدورة الأولى كفت الميزان لصالح أفلام الدورة الأولى مبارك لكم الفوز جميعا كل من هو حاضر هنا هو فائز في هذا المهرجان والفائز الأول طبعا الفعالية نفسه المهرجان وطازا أشكر نقابة الفنانين على هذه الهدية الرائحة الرائعة كما يعني عهدنا من الفنانين الكبار هذا التفاعل مع الأحداث الوطنية الكبرى فشكرا لهم أكون فرحان كتير حزنونا شوي مع ذلك لكل من يشكك في هذه الفعالية الفن دائما كمعرفة الشعوب هو أداة مقومة دعمنا مهرجان الفيلم الأردني الثاني هذا العام بعدد من الجوائز وافق عليها مجلس الإدارة كما كنا قد دعمنا مهرجان الفيلم الأردني الأول للعام الماضي طبعا أحنا كمؤسسة إذاعة وتلفزيون يأتي دورنا في دعم الحركة الثقافية والفنية دور مهم وعلينا دور ملقى على عاتقنا بالتعاون مع نقابة الفنانين وبتعاون مع وزارة الثقافة وقد شهدنا افتتاحية هذا الفيلم والجوائد اللي تمت والعروض اللي صارت كان في مستوى متقدم سواء من العروض الموازية أم من العروض الأولى التي تم تقديمها من عدد من المخرجين وأنا بعتقد أنه يعني دورنا يكمن دائما في دعم الشباب واستفدنا من وجود عدد من الشباب في الجامعة ليرموك وعدد من الشابات الموجودات في الأفلام أخذنا فكرة عنهم وأحنا إن شاء الله رح ندعم بعض القائمين على هذه الأفلام ومستعدين لدعم المهرجان الفيلم الأردنية الثالث بموازنة تخصص لأحد الأفلام بحيث يتم إنتاجه ضمن المهرجان الفيلم الأردنية الثالث إن شاء الله جهودنا في دعم صناعة السينما ودراما مستمرة جهودنا في وزارة الثقافة في دعم الطاقات الشبابية وغير الشبابية أيضا مستمرة لأنه لا يجوز أن ننحي الخبرات العتيقة والقديمة والتمينة جدا في إصلاع السينما ودراما أكون خوفي على شبابنا صغار في بداية الطريق أن يحسوا بحالة من الاكتمال الزائف أنه طالما فيلم واشترك في المهرجان أصبح غلص رسل إلى مرحلة هذا المهرجان رسالة لهؤلاء أنه هذه بداية والتحدي أماكن كبير شكر خاص للأستاذ المضاعر الواجد والتلفزيون الأردني لكل فريق العمل لكل حدا عامل بالتلفزيون الأردني الجوازي أخذت جائزة أحسن إضاءة تصوير لراحة لسلمان عوامله كان معي بالفريق العمل وجائزة أحسن موسيقى لأستاذ نصر الزعبي الموسيقي لأستاذ نصر الزعبي وجائزة أفضل عمل متكامل للعمل كامل وجائزة أحسن مخرج أنا كنت كان شغلي مخرج منفذ مع فيلم رسالة قيد التسليم طبعا حمزة فتحنا الباب اليوم فرشنا الطريق لكل من نشارك الموسم الجاي إن شاء الله وبتمنى أنه نكون دايما على قد هاي المسئولية وهاي الجائزة بتعميمنا يعني كل شي يعني هاي بداية الطريق لسه أول خطوة موسيقى إذن مشاهدي الكرام كنا نتابع وإياكم التقرير عن اختتام وجوائز الفيلم الأردني الثاني واللي فاز فيه فيلم رسالة قيد التسليم للمخرجين الشباب اللي معنا الآن إحنا شفناكم قبل شوي في التقرير كان لازم إنه ينعمل معكم هناك ولازم ينعمل معاكم وحضوركم معنا حتى نسمع أكثر عن الفيلم أستاذ حمزة حضرتك المخرج تعاملت مع فيلم قصير تسع دقائق وأنا بعتقد يعني حسب خبرة المتواضعة إنك توصل رسالة بتسع دقائق كتير صعب أكيد أحكينا عن هالتجربة وحكينا على إنه قديش أنت كنت يعني جريء بإنك تغامر بهذا الفيلم بمهرجة يعني تضع على نفسك على المشرحة كما يقال أوكي شكرا لكم أول شيء على الاستضافة اللطيفة يعني أمنوا معنا لقاء بالمهرجان ولقاء هؤلاء تمام شكرا كثير أول شيء الفيلم كان موضوع صراع بين المثقف والسلطة لكن هذا الموضوع طرح بعدة مرات بنفس الطريقة عفوا مش بنفس الطريقة بطريقة ثانية إنه إدانة السلطة يعني لازم حدا من الطرفين يدان بس بالطريقة اللي طرحنا فيه الفيلم لم ندين أحد يعني يعني زي ما المثقف عنده قضية وعنده هداف وعنده مبادئ بدافع عنها نفس الشي هي السلطة عندها أهداف ومبادئ وقضايا بدافع عنها ما تبنيت وجهة نظر حدا؟ قلتوا وضعت وجهة نظر يعني هي فانيا هيك يعني هالسلطة أو هالمثقف الإشي اللي بنادي فيه يعني مش يعني مش بلاء الشيء تبدو توصل الرسالة مهي اللي بدي أحكيه أنا أنه الدراما مش ملزمة بالضرورة أنه تضع حل لأي مشكلة على الدراما تارض المشكلة المتلقي هو اللي الآن لأنه إذا أنا كفيلم أو كدراما طرحت حل المشكلة بالتالي راح هاي هذا الحل يتأي يعني يتأخذ على أنه حل مثالي بالتالي وجهة نظري وجهة نظر حمزة ومكون تكون مش صح فبالتالي إحنا طرحنا الفكرة خلينا المتلقي يطلع يتساءل شو الحل يا جماعة حلو بس أنا كنت أسأل إيش يعني إيش مقومات نجاح فيلمكم بكل الجوائز يعني هو أخذ كأفضل عمل متكامل على الموسيقى وعالإضاءة شو يعني رح أسمع من معتصم ومن حمزة مع حفظ الألقار طبعا بس يعني شو السر هلأ أو شو الوصفة اللي وفزتوا فيها بحيث إنكم حصلتوا أول شي مقومات نجاح العمل كانت هي يعني أهم عنصر من عناصر المقومات هي الجدية بالعمل الجدية بالعمل العمل الجماعي النفس الواحد لما كنا نشتغل كنا نشتغل كل وقتنا كأنه مش فيلم حمزة ملحم ولا فيلم معتصم هو فيلمنا كلنا وعملنا كلنا هذا الإشي اللي رح يعني يكون بداية طريقنا فاعتمنوا على كل حال فا يعني كان التكامل يعني تكارب بالعمل تكامل التكامل بزبط والمقام هي ترافي ستي إيماننا بالفكرة والعمل بروح الفريق الواحد كلنا كان قلبنا على الشغل يعني مش لأنه حمزة مثلا المخرج هو اللي لازم انه يكون يكون حامل المسئولية يعني كل حل المشاكل لازم يكون عن طريقه احنا كلنا بنشتغل بنفس بعض كلنا حطينا حالنا مكان حمزة كنا مشتغل بروح الفريق اه وحلق شعراته عشان ما ينتف شعر الزب يعني حملكوا المهرجان هلا مسئولية لما عطاكم ودكتورة لانا وزير ثقافة قالت الاكتمال الزائف وهي نقطة كثير مهمة انه خلص احنا اخذنا جائزة هلا حلو حلو انه تتكرموا وتنحطوا بهذا المصاف لكن هاي بحمل انا بعتقد اذا يعني انا متأكدة من دوركم انه رح يحملكم مسئولية اكبر شبت تتوقع يعني هاي الجوائز اللي اخذها الفيلم رسالة قيد التسليم عن جد هي مسئولية كثير كبيرة حطت على عاتقنا جميعا جميع فريق العمل وان شاء الله نكون عند حسن نضام الجميع بالسنة الجاي لنا مشاركة ان شاء الله السنة الجاي وان شاء الله يكون الاشي اللي راح نقدوا افضل من هيك ان شاء الله وان كل شاهدهم انهم مخرجين افاضل واصحاب رواف النية وكانت المنافسة كثير شريفة بناتنا وكننا اصلا يعني يمكن خمزة كان كثير مواضب معهم لانه كانوا يحضروا ورشاد سيناريو سوا كانوا يشتغلوا سوا بيسالوا عن بعض انه شو صار معك في عندي مشكلة وين وصلت وين؟ هل صورتوا بطريقة السينما كاميرات؟ يعني كاميرات احترافية هي بس يعني تعطي كوالتي السينما بس مش مية بالمية السينما واللي يمكن اللي ميز فيلمنا انه السلوب السرد السينماي كان اقرب ما يكون الى السينما احنا لسه بالأردن ما في عنا سينما احنا هذا المهرجان واجب مشان انه يكون بداية تأسيس لطريقة السينما الأردنية فيلم رسالة قيد التسليم هو تميز ب القطع السينماي حتى المونتاج احنا اخذنا جائزة المونتاج والموسيقى على التصوير برضو اهم جواز المهرجان اللي ادت بالاخر انه يأخذ الجائزة الخامسة والاخيرة اللي هي افضل عمل متكامل واحد الممثلين برضو طارق التميمي احنا كان بالفيلم دور ثاني فيلم ثاني كان اسمه برافريني اخذ افضل الجائزة اخذ افضل و بس الدور اول كمان احنا تفضل المهرجان ان شاء الله احنا متمنى انه يكون هالمهرجان هو مساحة رحبة لتمهيد لصناعة السينما يعني نجح المهرجان الاول وهي المهرجان التاني عام مؤسسة تدعو التلفزيون الاستاذ رمضان الرواجدة في مقابلته وعد بانه يكونوا يظل التلفزيون داعم وانه ممكن يتبنى فيلم وانا بتوقع انه طالما فيها الداعم وفيها التبني وفيه الفكرة بشكل عام كفكرة جميلة وايجابية يعني الموضوع يعني الكرف مرماكم انتو كشباب ومخرجين ونتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله استاذ حمزة مبروك للامام ان شاء الله استاذ معتصم احنا متوقعين منكم اكثر ان شاء الله شكرا لكم صباح الخير